احنا كنا بنتكلم على التطوير بتاع صور مجرى العيون مش الصور بس المنطقة وقلتلك عاوز تشوف مصر بتشتغل ازاي الدولة دي المنطقة بعد ما تم ازالة كل التعديات والعشوائيات اللي فضلت موجودة عشرات السنين وراء منطقة او وراء صور من اهم المعالم التاريخية اللي موجودة وده صور بيعود تقريبا تاريخه للعصر الايوبي انت متخيل ان احنا اهملنا هذه المنطقة عشرات السنين عقود من الاهمال بوزناها خالص لكن لما هتروح هناك وهتشوف حجم التطوير اللي بيتعمل وما بين بقى قصين في مساحة واسعة تشوف طريقة الدولة وهي بتشتغل هناك انها تهتم بالثقافة وبالفنون وتشتغل ان يبقى فيه هناك مصرح وما الى ذلك اهو دي حاجة مهمة انه رئيس الوزراء بنفسه ياخد بعض ويروح يتفقد اعمال المرحلة التانية التانية مش الاولى من مشروع تطوير صور مجرى العيون اه ده يبقى شيء عظيم انه يبقى وهو بيتجول موجود معاه طبعا بطبيعة الحال تقدر تقول كده ايه الرقم الصعب الرجل السر في هذا الموضوع المهندس خالد صديق اللي بيتولى مهمة انا اشوفها واحدة من اصعب المهام ومن اكبرها ومن اثقلها لكن من اهمها ايه هي التطوير الحضري ان مصر ترجع في نفس جمالها السابق اشترك في القناة